السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسم الشتاء سواء من السيول في مكة المكرمة في بلاد الحرمين أو في غيرها بعض الناس بيحسبونه خير والبعض بيكون مكتئب مع أن هذا وذاك هو اختيار ربنا سبحانه وتعالى هناخد فاصل ونصلى على الحبيب ونكمل ونعلق على الفيديوهات حتى النهاية بإذن الله اشتركوا في القناة شارع الحج في مكة المكرمة السيول يعني سبحان الله رهيبة جدا ولكن أنت ممكن من وجهة نظرك أن أنت شايفها بتدمر كل شيء بأمرا بها ولكن ممكن يكون أن أهل مكة وفي شارع الحج هم في أمس الحاجة إلى هذا الماء ربما يستفيدون منه طوال العام فنسأل الله عز وجل أن يجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب وأن يجعلها غيثا نافعا للإسلام والمسلمين وأن يثبت به أقدام الضعفاء في كل مكان فهو سبحانه وتعالى الذي يصرف القلوب على الخير وهو سبحانه وتعالى القادر على تأييد الضعفاء بالنصر والمدد والتمكين فهو سبحانه وتعالى الذي قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فنسأل الله أن يصبر إخواننا على ما بهم وأن يغفر لنا تقصيرنا معهم هنأخذ مشهد مع الطايف وبعدين نعلق عليه بإذن الله عز وجل سبحان الله العجيب إن في بعض الإخوة أو الأخوات بيتهموننا بأشياء لا ترضي الله يعني أنا لي إخوة ولي أصدقاء أحبهم في الله سواء في تركيا أو في الجزائر نحب أهل الجزائر ونحب أهل المغرب في بعض الإخوة فأحيانا بيصوروا الفيديوهات ويرسلوها لي وبعضهم أحيانا بيكون له بث مباشر ولكن العجيب إن أنت بتجد أحرنات أقول لك هو أنت بتجيب الأخبار بتاعتك دي منين يعني هو مثلا لما يكون له صديق يعني هو يحبه في الله وأخ ثقة وله صفحة على الفيسبوك وبعدين بث مباشر لمدة نصف ساعة أو ساعة ده يكون فيه كتب منين يعني مثلا أخ صديق لي وحبيبي السلام عليكم يا أخ فلان والله لو في أي فيديوهات كده تعرف تتصورها ننفع بها المتابعين بتوى القناة أرسلها لي فأخف أبها فعلى التصالبه فجأة سور الفيديوهات ويرسل الفيديوهات فأنا مش عايزك يعني تتصرف الحكم علي ولكن في بعض الأحيان إنسان بيتهم وبيساء بها الظن مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فالشوارع الكثيرة في الطائف يعني غرقت بها السيارات وبها خسائر عظيمة جدا ولكن ده يعني سبحان الله ابتلاء والابتلاء إما أن يكون رفعة لدرجة العبد عند الله سبحانه وتعالى وإما أن يكون تكفير للسيئات هنأخذ مشهد مع فيديو آخر ونعلق عليه وهنشوف النتجة في الآخر هي إيه لمن صبر أو احتسر هذه شوارع شكاك شعبان انتمشي شف كلها محضرة من فوق محضرة من فوق فعضة لرس لرسة لما تشوه الله خطير إخواني الكرام يا من تتابعون هذه القناة يعني أقدم لكم خالص الحب وأن يجعل هذا السعي خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى لكن الابتلاء أنواع أنا ممكن يعني يعني يبتليني الله سبحانه وتعالى في صحتي وذلك فضل الله وممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليني في مالي وممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليني في أولادي عندك مثلاً بنت مريضة أو أو بنت عاقة لوالديها وعلى الجانب الآخر ممكن يكون فيه أولاد ذكور ممن لا يرقبون فيه ولديهم إلا ولا ذمة فالأمر محتاج لصبر نعم الأمر يحتاج إلى صبر لأن الأم والأب سعيهم مدى الحياة إنهم يعني بيضحوا بالغالي والنفيس من أجل رعاية وسعادة الأولاد اللي هم لا زالوا إلى الآن أصحاب عقوق نسأل الله أن يعد شبابنا وأن يصلح بناتنا طيب نقدر نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجباً الأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته دراء صبر فكان خيراً له فالمؤمن إن صبر في السيول أو في فقدان أي أحباب أو أعزاء فهو مكافأ من الله سبحانه وتعالى طيب أنا ممكن يكون عندي ذنوب ومعاصي في ذنوب يعني ابتلأت بسيطة جداً بتكفر هذه الذنوب وفي ذنوب يعني كما قال بعض العلماء ما يكفرهاش إلا كسر الرقب أو الحاوض إلا بالله العليه العظيم فعلشين كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المؤمنة من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم لا حزن ولا أذى حتى الشوكة والسيول حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطايا ونحن أخوات الكرام لا نبرئ أنفسنا من الذنوب والمعاصي فكل البشر وكل العباد لهم ذنوب ولهم أخطاء لهم معاصي ولكن الذكي هو الذي لا يصر على المعصية فالله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله انظر ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون فالفرق بين العاصي والإنسان الذي يصروا على المعصية بأن العاصي ربما لا يفكر بأنه يعني يقلع عن هذه الذنوب ويظن أنه على خير أما الإنسان المحسن إن وقع في ذنب من الذنوب سرعان ما يسرى ويتوب ويحتسب ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فالله سبحانه وتعالى يقول ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فالصبر مر نعم والله إخواني الكرام الصبر مر ربما يعني أنت مبتلى بأي شيء فما من بيت من بيوت المسلمين إلا هو به الألام والأوجاع ولكن هناك بعض الرجال أو بعض النساء يصبرون ويحتسبون ويجأرون إلى الله بالدعاء فأياما يعني ابتليت بولد حق أنت لست أفضل من نوح عليه السلام يصبر وعليك بالدعاء وأنت لست أفضل من الفضيل بن عياض الذي كان يقول اللهم إنك تعلم بأنني عجزت عن إصلاح ولدي فأصلح لي فلا زال يدعو بهذه الدعوة الطيبة المباركة حتى أصلح الله له ولده فنسأل الله عز وجل أن يصلح شبابنا وبنتنا وأن يرفع الكرب عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرزقنا الصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفرج كرب أخواتنا وأن يرزقنا الصلاة في بيت الله الحرام وأن يرزقنا الصلاة في مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دي ناشرة أخبار بتاريخها نقول إنبارة من اليوم ولكن حبت أصبح عليكم وأن ظروف الصيحية الحمد لله فصلة شحمة شوية السلام عليكم